كل سنة بتم إنتاج آلاف من ألعاب الفيديو سنة 2020 لوحدها تم إنتاج فيها قريب لعشرة آلاف لعبة من هالألعاب مشوف ألعاب شوتر، ألعاب رياضية، ألعاب قصة وأنواع ثانية كثير تنزل كل سنة بس من وقت نزول أول لعبة في العالم وإلى يومنا الحالي مروا علينا خمسة ألعاب جدا غريبة وجدا غامضة وما رح تصدق أنهم موجودين أصلا فهذا موضوع فيديو اليوم بهالفيديو جايب لكم أغرب خمسة ألعاب فيديو في التاريخ فيلا خلنا نبدأ قبل أن نبدأ حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على 500$ واللي كان على آخر فيديو توب 10 والفائز معنا هو إسلام عبدالعزيز إن شاء الله ألف مبروك والgiveaway الشهري الجديد كمان على 500$ إذا حابت تدخل بفرصة الفوز فيها كله عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك اشترك في القناة وترك أي تعليق أسفل الفيديو وهذا الفيديو برعاية ROG ومحلات جامبو إلكترونيكس ROG أطلقوا أحد أفضل لابتوبات الجيمينج بعام 2022 واللي هو ROG Flow X16 هذا اللابتوب فيه كثير أشياء رهيبة بس أهمها إنه بيدعم كرت شاشة انفيديا جي فورس RTX 3070 Ti هذا الكرت رح يعطيك أفضل دقة في الألعاب وأعلى فريمات وأسرع سرعة استجابة هذا غير إنه بيعطيك خاصية اللي بتعطيك دقة وفريمات عالية مستحيل أي جهاز ثاني يعطيك مثلهم وشاشة اللابتوب تدعم نابيولة HDR Display اللي رح تعطيك أعلى دقة في الألعاب واللابتوب جدا رفيع وخفيف وزنه قريب لتنين كيلو جرام مع شاشة لمس وقابلة للطي مثل ما شايفين قدامكم ومع كل هالقوة اللابتوب ما رح يسخن عليك لأنه بيدعم نظام تبريد جدا قوي إذا أودكم تعرفوا معلومات أكثر عن اللابتوب شيكوا الرابط اللي موجود بالوصف ولا تنسوا إنه اللابتوب موجود بمحلات جامبو إلكترونيكس ويلا خلا نبدأ بالفيديو طيب خلا نبدأ بالمرتبة الخامسة مع لعبة The Legend of Zelda Majora's Mask هاللعبة من إنتاج شركة نينتندو ونزلت عام 2000 أي من 22 سنة تقريبا واللعبة ما فيها أي شي غريب أو غامض بس حطيتها بهالفيديو لأنه أحد الأشخاص اشترى نسخة مستعملة من اللعبة وهالنسخة كانت جدا غريبة ومخيفة في أمريكا كل فترة الناس بيصيروا يبيعوا أغراض مستعملة بجانب بيوتهم وفي عام 2010 فيه شخص اسمه أليكس بيحب الألعاب الكلاسيكية القديمة وفي أحد الأيام أليكس شاف شخص عجوز قاعد يبيع ألعاب فيديو قديمة بجانب بيته أليكس سأل عجوز إذا عنده أي نسخة من ألعاب زلدة والعجوز قل له إيه وعطاه نسخة The Legend of Zelda Majora's Mask بس الشي الغريب أنه قرص اللعبة ما عليه ستيكر أو صورة لأ فقط مكتوب عليه Majora باللون الأسود بس كان سعرها جدا رخيص فأليكس اشتراها ورجع على بيته وشغل اللعبة وبما أنها مستعملة شاف أنه فيه تخزينة قديمة للشخص اللي اشتراها منها وكان اسم التخزينة بن فبسبب الفضول أليكس قرر يدخل على هالتخزينة عشان يشوف بن وين واصل في اللعبة وشاف أنه واصل على نص اللعبة وقرر أنه يكمل على تخزينته بس انتبه أليكس أنه فيه كثير أشياء غريبة في اللعبة لأنه لعبها لهاللعبة من زمان ومتذكرها أشياء غريبة مثل أنه موسيقى اللعبة عم تشتغل بالعكس وفي بعض الأماكن المفروض يكون فيها عدة شخصيات بس بهالتخزينة فاضية ما فيها أي حد وشخصيته في اللعبة قاعد يتحرك بشكل جدا غريب وغير كذا فيه تمثال بيشبه شخصية البطل في اللعبة عم يظل يلحقها ويشوفها بأماكن غريبة في اللعبة وأغرب شيء أنه شخصيته كل شوي قاعد تشتغل فيه النيران وينحرق ويموت بدون أي سبب وفيه شخصية رجل عجوز شكله غريب كل شوي كان قاعد يطلع في اللعبة ويقول لقد كان مصيرك سيئا أليس كذلك قاعد يقول هالجملة كذا بدون أي سبب ولا أي شي لها علاقة في قصة اللعبة أليكس بدأ يخاف وطلع من اللعبة على طول ولقى أنه صار فيه تخزينة ثانية باسم دراوند فصار فيه تخزينتين تحت بعض اللي هم بن دراوند واللي ترجمتها بالعربي بن مات غرقا فأليكس دخل على التخزينة الجديدة وكان كل ما يحاول يسبح في اللعبة شخصيته يغرق ويموت مع أن اللعبة فيها سباحة عادي والمفروض هذا الشيء ما يصير أليكس بدأ يخاف من اللعبة فقرر أنه رح يرجعها لعند العجوز اللي اشتراها مننا ويسأله ليش اللعبة غريبة كذا فراح لعند عنوان بيتها بس ملقى حد في البيت فسأل جيرانا عنها وقالولا أن العجوز منقل من البيت من أيام قليلة سألهم هل العجوز عنده ابن أو حفيد اسمه بن قالولا لا العجوز ساكن لوحده بس في أحد الأطفال بهالحي اسمه بن مات من سبع سنوات غرقا بالنهر وفي اللعبة مكتوب بن مات غرقا هذا الشخص اللي اسمه أليكس كان قاعد يشارك قسطة أول في أول مع الناس على الإنترنت وحمل فيديو للعبة على قناته على اليوتيوب وجاب خمسة ملايين مشاهدة وأليكس قاعد يقول أنه صار يشعر بخوف من وراها اللعبة وتجي لأحلام وكوابيس من وراها فقرر خلاص أنه رح يتخلص منها وما رح يلعبها بعد اليوم فالسؤال هنا ليش هاللعبة فيها اسم تخزينه لطفل مات من سبع سنوات وليش في اسم تخزينه ثاني بيوصف كيف هالطفل مات وليش اللعبة عم تشتغل بشكل غريب مين مهكرها أو مغير بملفاتها في عدة أسئلة غريبة عن هاللعبة وهالقصة في المرتبة الرابعة عنا أحد أغرب الألعاب اللي موجودة في العالم حاليا والأكثرها غموضا واللي هي لعبة سات سيتن وترجمتها في العربي الشيطان أو إبليس الحزين طبعا هذه اللعبة ما تقدر تحملها وتلعبها من الإنترنت لا لازم تدخل على الإنترنت المظلم أو الدارك ويب عشان تحمل هاللعبة وفي عام 2015 في قناة على اليوتيوب اسمها Obscure Horror Corner وهالقناة متخصصة بتغطية جميع ألعاب الرعب فصاحب هالقناة هو أول واحد في العالم يلزل فيديو عن هاللعبة على اليوتيوب هذه اللعبة مثل مشايفين ما فيها غير لونين الأبيض والأسود وبتمشي بممرات مظلمة ومخيفة وفي أغنية غريبة تشتغل ببعض اللحظات في اللعبة وكلماتها الأغنية كلها عن تقديس الشيطان أو إبليس وأثناء اللعب تطلع هالصورة لعدة مرات وهذه الصورة اللي ما بيعرفها هي شكل أو رمز للشيطان اللي بيأمنوا فيه عبد الشيطان أو الماسونية واللي هو كائن بجسم إنسان وراس حيوان وغير كذا أثناء اللعب تطلع عدة صور لناس ميتين في الحقيقة بظروف غامضة تطلع صورهم في اللعبة وفيه صور ثانية بتطلع ما لها أي معنى نفس هالصورة اللي شايفينها قدامكم وصور لهتلر وصورة رئيس أمريكا جي اف كي قبل ثواني من اختياله وقتله وبعد اللعب لفترة من الوقت رح تلاقي فيه مجسمات أطفال واقفة بشكل جدا غريب في اللعبة ورح توصل لمرحلة رح يوصل عدد الأطفال إلى ستة ورح يحاصروك من كل النواحد وهالكلام كلها اللي تكلمت عن اللعبة ما يعتبر أغرب شيء بقصة اللعبة لا لأنه أغرب شيء هو أن اليوتيوبر يلي غطى هاللعبة على اليوتيوب اللي اسمها Obscure Horror Corner اختفى بالكامل بعد تنزيله الفيديو عن هاللعبة كانت قناته على اليوتيوب نشطة وكان دائما يحمل فيديوهات ألعاب رعب بس بعد فيديو سات سيتن بعام 2015 اختفى بالكامل ولا حد بيعرف إيش صار فيه قبل لا يختفي كتب على تويتر أنه كان خايف من هاللعبة ومسحها بالكامل بس كان فيه ملف من اللعبة يظل يمسحها ويرجع يطلع على سطح المكتب والملف بس يفتحها مكتوب فيه كلام غريب غير مفهوم وفيه رقم ستة 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 واللي ما بيعرف الماسونية بيعتبروا هذا رقم الشيطان وطبعا الآن بتشوفوا عدة يوتيوبر بيلعبوا هاللعبة وبسووا عنها فيديوهات عادي بس هذه مو النسخة الأصلية لا النسخة اللعب بيلعبوها اليوتيوبر الآن هذه نسخة مقلدة من اللعبة الأصلية لأن اللعبة الأصلية اختفت من الانترنت المظلم أو الداركويب في المرتبة الثالثة عنا لعبة بيتسكوب هاللعبة قصتها جدا غامضة وحزينة بنفس الوقت بس أغرب شيء إنه ما لعب هاللعبة في العالم إلا شخص واحد على اليوتيوب بس لو كتبت اسم اللعبة على اليوتيوب فرح تلاقي مئات الفيديوهات لناس قاعدين يشرحوا هاللعبة المعقدة ورح تلاقوا مدة الفيديوهات بالساعات جدا طويلة وعليها ملايين المشاهدات نفس هالفيديو يلي عليه 14 مليون مشاهدة ومدة الفيديو فوق الساعة قاعد يحاول يشرح فيها هاللعبة المعقدة بتبدأ قصة هاللعبة بعام 2017 في واحد فتح قناة على اليوتيوب اسمها بيتسكوب على اسم اللعبة وقال إنه حصل هاللعبة لجهاز البلاي ستيشن 1 واللعبة كان مفروض تنزل عام 1997 على البلاي ستيشن بس تم إلغاءها وهذا الشخص صاحب القناة قدر يحصل نسخة من هاللعبة وفعلا بفتح اللعبة ومنشوف شعار البلاي ستيشن 1 وفي البداية بتبين إنها لعبة عادية فيها ألوان في كل مكان وموسيقى جميلة ومبين إنها موجهة للأطفال والهدف من اللعبة بكل بساطة هو نفس بوكيمون إنه في حيوانات موجودة في أماكن معينة لازم تروح وتصيدها واسم اليوتيوبر اللي قاعد يلعب اللعبة ويسوي عنها الفيديوهات هو بول فمنشوف بول قاعد يلعب اللعبة بشكل طبيعي ويعلق على اللعبة وإلى الآن كل شي تمام بعدين بول بنتبه إنه في ورقة جاية مع علبة اللعبة مكتوب فيها رمز سري مكتوب روح على مكان معين واكبس هذا الرمز بيد البلاي ستيشن ففعلا هذا اللي سواه بول ولما سوا هذا الشي الموسيقى وقفت في اللعبة مكتوب مكتوب وبعدين طلع إلى باب سري لما راح على هذا الباب أجواء اللعبة اختلفت بالكامل صارت سوداوية وكئيبة بشكل جدا كبير بول اليوتيوبر صار صوته مرتبك صار صوته يبين إنه خايف نوعا ما كما لعب كما اللعب بعدين اكتشف إن الهدف الجديد إنه يصيد بشر إيه في البداية كان لازم يصيد حيوانات الآن لازم يصيد بشر وبالتحديد أطفال صغار وأول هدف لازم يصيدها هي بنت صغيرة قاعدة تبكي واسمها كاندس بعدين بتطلع لها رسالة عن البنت اللي صادها اللي اسمها كاندس وقصتها وبتطلع هذه البنت موجودة بالحقيقة عام 2000 في بنت صغيرة اسمها كاندس في أمريكا ماتوا أمها وأبوها وراحت على ملجأ للأيتام والممرضة المسؤولة عن ملجأ الأيتام هذا كان اسمها جين نيوميكر وكانت جدا شريرة كانت مهوسة بإنها تبي الأطفال يحبوها وكان إذا في أي طفل ما يبين محبتها كانت تعزبها والبنت اللي اسمها كاندس ما بينت محبة لهالممرضة لأنه لسه أمها وأبوها ميتين فهالممرضة أخذت البنت بمساعدة ثلاث أشخاص قتلوها بطريقة جدا سيئة وما أقدر أشرحها بهالفيديو بعد سنة من قتلهم للبنت انفتحت القصة وتم إلقاء القبض على الممرضة وعلى الناس اللي ساعدوها وتم الحكم عليهم 17 سنة سجن بعام 2000 أي رح يتم الإفراج عليهم بشهر ثلاثة عام 2017 وهذه نفس السنة اللي نزل فيها فيديو اليوتيوب الأول للعبة بيتسكوب وبعدين أثناء لعبك للعبة تكتشف أنه العالم المظلم الجديد اسمه نيو ميكر واسم الممرضة كان جين نيو ميكر ففيه شخص بيعرف هالقصة وبيعرف اللي سويتها الممرضة وعب يعمل هاللعبة والفيديوهات على اليوتيوب عشان يخبر العالم قصة هالبنت المسكينة وعشان يوجه رسالة معينة لسه ما حتفاهمها حمل فوق الـ 21 فيديو وجابه ملايين المشاهدات ولسه اللعبة فيها كثير أشياء غريبة وغامضة ثانية بس مرح يكفي وقت الفيديو عشان أشرحها في المرتبة الثانية عنا لعبة غريبة وإذا كان عمرك فوق العشرين سنة فعالأكثر كان عندك جهاز موجودة عليه اللعبة وأنت ما تدري ولا بعمرك لعبتها قبل لنتكلم عن اللعبة خلنا نتكلم وين موجودة اللعبة وكيف ممكن تشغلها أظن كلكم بيعرف نظام التشغيل ويندوز من شركة مايكروسوف واللي موجود في أغلب كمبيوترات العالم تقريبا وأحد أقدم أنظمة ويندوز كان اسمه ويندوز 95 واللي نزل عام 1995 أي من 27 سنة تقريبا في هذاك النظام لو فتحت برنامج إكسل واللي أظن معظمكم بيعرفه استعملتوه في المدارس أو الجامعات أكيد المهم بس تفتح إكسل انزل على السطر الرقم 95 اضغط عليه وبعدين اضغط على خيار هيلب اللي موجود فوق وانزل على آخر خيار واختاره بح تلاقي في خيار اسمه تيتش سابورت أو الدعم الفني اضغط عليه وبنفس الوقت اضغط على ثلاث أزرار على الكيبورد اللي هما ورح تفتح لك لعبة جدا غريبة واسمها أغرب اسمها وترجمتها بالعربي طريق الأرواح المعذبة وهذه اللعبة بتكون بمكان جدا غريب حيطانا كلها باللون الأحمر أو الوردي والأرضية لونها مرة أزرق مرة أخضر أو أصفر مكان غريب جدا وأحد الغرف بهالمكان بس تدخل عليها رح تلاقي صور أشخاص مثل مشايفينها قدامكم ورح تلاقي فيه أسماء قاعدة تتحرك هذه صور وأسماء المطورين اللي يشتغلوا على نظام ويندوز 95 حاطين صورهم وأسماءهم بهذا المكان الغريب وبكل صراحة ما أحد بيعرف إيش الهدف من هاللعبة وما أحد بيعرف ليش اسمها طريق الأرواح المعذبة بعض الناس صاروا يقولوا إنه هاللعبة من الماسونية أو عبدة الشيطان بالذات إن بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت ويندوز كثير بيطلع عليه كلام عن نظريات المؤامرات والماسونية بس السبب الأرجح من ورا هاللعبة هو إنه مطورين ويندوز حبوا يحطوا لغز بسيط في النظام في صورهم وأسماءهم بس ليش اختاروا هالاسم الغريب ما أحد يدري في المرتبة الأولى عنا أغرب وأخطر لعبة في تاريخ ألعاب الفيديو واللي هي لعبة بوليبيس مجرد ما تكتب اسم اللعبة هذه على اليوتيوب رح يطلع لك مئات الفيديوهات لناس بيتكلموا عنها وبيحللوها حتى رح تلاقي قنوات تلفزيونية نفس البي بي سي مسوين برنامج وثائق عنها وفي هذا الفيديو مدتها فوق الساعة قاعد يحلل هاللعبة الغريبة والفيديو عليه فوق الثمن ملايين مشاهد وأغرب شيء بهالموضوع هو أن هاللعبة غير موجودة أصلاً أي مثل ما سمعتوا ما في أي دليل حقيقي يأثبت أن لعبة بوليبيس كانت موجودة أو حقيقية طيب خلني أشرح لكم عن اللعبة بالتفصيل لعبة بوليبيس هي لعبة أركيد يعني الناس بيروحوا على محل ألعاب عشان يلعبوها وجداً قديمة كانت موجودة عام 1981 أي من أربعين سنة تقريباً في أحد محلات الأركيد في ولاية بورتلاند في أمريكا اللعبة فكرتها بسيطة تتحكم بطيارة حربية ولازم تدمر مجسمات جيومترية يعني مثلثات نجوم وأشكال هندسية غريبة طيب وين الغريب في اللعبة؟ الغريب أنه معظم الأطفال يلي كانوا يلعبوها كانوا يمرضوا كان يصير معهم صداع غثيان أقياب ويلي كانوا يشتغلوا في محل الأركيد يلي فيها اللعبة قالوا أنه كل أسبوع كانوا يجوا ناس لابسين بتلات سودا يفحصوا اللعبة أو يبرمجوها ما كانوا متأكدين شو هالناس عب يسووا في اللعبة بس كانوا كل أسبوع يجوا على هذه اللعبة بس ومن شوي قلت لكم أنه هذه اللعبة غير موجودة أصلا لأنه ما في أي إثبات ولا أي أثر لوجودها طيب لكن من وين قاعد أجيب هذا الكلام عن اللعبة؟ قاعد أجيبها من أقوال مئات الناس يلي كانوا يروحوا على محل الأركيد هذا وشافوا اللعبة بعيونهم غير الناس يلي يشتغلوا بمحل الأركيد يلي أكدوا أنه هذه اللعبة كانت موجودة وغير كذا في أهالي الأطفال يلي مرضوا من وراء لعبهم لهاللعبة كلهم بيأثبتوا أنه هاللعبة كانت موجودة وأكثر نظرية شائعة عن هاللعبة أنه أو وكالة الاستخبارات الأمريكية هي اللي سوت هاللعبة وخلت الناس يلعبوها ليش سووا كذا؟ لأنه بعام 1981 كان في الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي اللي هما روسيا اليوم وعلى وقتها وكالة الاستخبارات الأمريكية كانت تسوي تجارب مسح وعي وغسيل الدماغ باسم كانوا يجيبوا سجناء يعملوا عليهم تجارب عشان يغسلوا دماغهم ويخلوهم ينسوا منهم أصلاً ويشغلوهم عندهم وهذا الكلام مو نظريات لأ حقيقي وعليه إثبات 100% وتقدروا تقرأوا عليه أكثر فالمهم النظرية بتقول إنه الـ CIA كان ودهم يجربوا نظام غسيل الدماغ على عدد كبير من الناس عشان يشوفوا مدى فعاليته فعملوا هذه اللعبة لعبة بوليبيس وحطوها بأحد محلات الأركيد في أمريكا وجربوا التجربة تبعهم على مئات الأطفال عشان كذا اللعبة غريبة فيها نجوم ومثلثات وأشكال هندسية غريبة هذه كلها برنامج للتأثير على الدماغ وعشان كذا كانوا دائماً يشوفوا ناس لابسين بدلات سودا من الاستخبارات كانوا يجوا عند اللعبة ويجمعوا معلومات الأطفال والناس يلي لعبوا فيها قلال الأسبوع وفيديو اللعبة أو الـ Gameplay اللي شايفينها قدامكم هذا مو حقيقي لا شخص بعام 2014 جمع كلام الناس كلها يلي تكلموا عن اللعبة وصمم هذه اللعبة اللي شايفينها قدامكم واللي المفروض تكون شبيهة لللعبة على حسب وصف الناس بس لا تخافوا هذه مو اللعبة الحقيقية وما رح تسوي شي لأدمغتكم لأن على كلام النظرية الـ CIA أو كاتل الاستخبارات الأمريكية أخفت اللعبة بالكامل وأي أثر لها بعد انتهاء التجربة بس عنا إثبات وحيد لللعبة ممكن يكون حقيقي واللي هو هذه الصورة يلي شايفينها قدامكم يلي المفروض صورة لللعبة بالأبيض والأسود طلعت على الإنترنت عام 1994 فإذا كان هالكلام صحيح فالـ CIA حاولوا يعملوا عملية غسيل الدماغ للناس عن طريق لعبة فيديو لعبة بوليبيس وبعدين أخفوا أثرها بالكامل فأيا يا شباب هالفيديو لليوم أتمنى أكون أعجبكم أتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات إيش أغرب لعبة ذكرتها بهالفيديو ولو بتعرف ألعاب غريبة ثانية ما ذكرتها بهالفيديو أتمنى تكتب اسمها بالتعليقات وبس كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي نشوفكم في فيديوهات ثانية إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة